الفرع الرابع يتحمل أنبوب الماء كمية أقصاها خمسون قدم مكعب من الماء قبل أن يفيض عند تي أكبر من ثمانية يستمر الماء في التدفق إلى الأنبوب وخارجه بنفس المعدلات المعطى إلى أن يبدأ الماء بالفيضان من الأنبوب أكتب معادلة دون أن تحلها تحتوي على تكامل واحد أو أكثر يمكن استخدامها لإيجاد الزمن W والذي يبدأ عنده الماء بالفيضان من الأنبوب وفقاً لمعطيات السؤال يبدأ الماء بالفيضان عندما يتجاوز حجمه الخمسون قدم مكعب ما يعني أنه بمجرد وصول حجم الماء إلى خمسون قدم مكعب يبدأ بالفيضان وبعبارة أخرى المطلوب هو إيجاد الزمن W الذي يصل عنده حجم الماء إلى خمسون قدم مكعب في الفرع السابق من السؤال استخدمنا حرف W كبير للتعبير عن كمية أو حجم الماء في الأنبوب إذن W كبير لW صغير يساوي خمسون ولأن السؤال طلب وجود تكامل واحد أو أكثر يمكنكم أن تقولوا أن W كبير لW صغير يساوي 30 زائد التكامل من صفر إلى W صغير لي؟ بما أنكم لم تستخدموا T كمتغير للحد الأعلى للتكامل كما فعلتم في الفرع السابق من السؤال يمكنكم أن تستخدموها بدلاً من X مرة أخرى فيكون التكامل هو لR لT ناقص D لT DT وهو يمثل كمية الماء الكلية الموجودة في الأنبوب عند T يساوي W ما يعني أنه يساوي خمسون إذن هذه هي معادلة تتضمن تكاملاً واحداً على الأقل والتي يمكنكم استخدامها لإيجاد الزمن W الذي سيبدأ عنده الماء بالفيضان من الأنبوب هناك معادلة أخرى يمكنكم كتابتها W ستكون أكبر من ثمانية وعند T يساوي ثمانية كما وجدتم في الفرع السابق كمية الماء في الأنبوب كانت 48.544 زائد كمية الماء التي تجمعت بين T يساوي ثمانية و T يساوي W صغير لR لT ناقص D لT DT يساوي خمسون هذه هي المعادلة الأخرى والتي تتضمن تكاملاً واحداً على الأقل أيضاً ويمكنكم استخدام أي من المعادلتين لإيجاد الزمن W صغير الذي يبدأ عنده الماء بالفيضان بعبارة أخرى إيجاد قيمة W صغير عندما يكون حجم الماء في الأنبوب هو خمسون قدم مكعب وحتى تتحققوا من صحة إجابتكم عليكم أن تتأكدوا أن محصلة الماء الداخل إلى الأنبوب موجبة عند تلك القيمة التي يبدأ الماء عندها بالفيضان وبهذا ينتهي الحل ترجمة نانسي قنقر